الى الفلاحة الذكرى سيتي للجلاء الزيراء يعود على بعض الارقام من دلالات التاريخية لكن قبل هذا خلنا مداو كيف العادة بمخزون السدود مخزون السدود في استقرار كما نصبه الفارض في الوقت الحالي عنا 791 مليون متر مكعب واللي هو يمثل النسبة متاع تابقة 34.2% خير شوية من عمناول عنا 70 مليون متر مكعب اضافية على الموسم الفارض في نفس التاريخ عمناول كان عنا 721 مليون متر مكعب لكن اذا كان قارنوا بنفس اليوم في ثلاثة سنوات الفارضة يوم 17 مايه نرقاو اللي هو البرح اللي هو نرقاو اللي عنا نقص بمية واربعة وتسعين مليون متر مكعب كما تعرفوا يرى ديت سدود الى حد الان ضعيفة خلال ضعيفة جدا خطر الى حد الان ما دخلت للسدود تونسية من واحد سبتمبر 2023 حدش لسبعتاش ميه آآ الفين واربعة عشرين كان 630 مليون متر مكعب آآ 630 مليون متر مكعب وقت المعادل هو مليار و 687 مليون متر مكعب معناها الكمية اللي دخلت في السدود تونسية لحد الان ما تمثل كان 37.3% معناها عنا نقص 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 بمليار و 57 مليون متر مكعب نكن عودلك نركزك على الارقام مش العباد تسمعنا وتفهمنا وهذاك الواج دي منقلوا وردوا باننا ونستحفظوا على الماء منبذروشي نعرفو احنا اتطورنا برشة في السدود منظوم السدود تونحكيوه على 36 سبعة 37 سد كبير خليني نعتيك خطر احنا في جو متى احتفال بالستانية متى عيد الجلاز زراعي اليوم الوطن الفلاحة والصيد البحري نعرفو آآ خلنا نربطك بالمواضيع اللي بعدها من غير من آآ انا عنا ثلاثة سدود بنها مستعمر اللي هما صد الكبير كان عام الف سعمائة وخمسة وعشرين صد بنيمتير عام الف سعمائة واربعة وخمسين وصد نبر عام الف سعمائة واربعة وخمسين احنا كان عنا تيك زادة فكر على المناطق السقوية المناطق السقوية وقت السقليل كان عنا خمسة واربعين الفكتار عام الف سعمائة وخمسة وثمانين ولا عنا ميتين واربعين الفكتار اه سقوية وفي الوقت الحالي عنا حوالي اربعمائة وثلاثة واربعين الف كتار مناطق سقوية في الفين واربعو عشرين. ارقام مهمة برشا. هني رجعنا احنا في عيد الجليه. هني نرقى عندي ارشيف به على الجليه الزراعي وعلى الارضي فلاحية وغيرها. الكل شوية بشوية بشوية نخرجوهم. هني نرجع لك جريدة اللي هي متاع الاكسيون. دونك كانت هذي نهار عشرين مارس الف سعمية ستو تمانين. تنتين سنة على الاستقلال. وزاي فيها مؤشرات القطاع الفلاحي. انا شو فيه ديجابة في الكاميرا. بالارقام والصور ديجابة. انا عندي برشا ارقام زدتهم مش كان عنا وقت الاحتلال ووقت الاستعمار. استعمار عفوا. من قمم في غزة. ووقت الاستعمار ووقت الفترة الكل متاعنا لاننا حنقوله حماية. ووقت الاستقلال ويلا حد الان مش نوع الارقام. شاء الله نرجع لها بشوية بشوية. انو كذي بعض الوثيق هنا وثيق اخرى على الاراضي الدولية نهار اه. اتناش مائة اربعة اثمانين. اتناش مائة نسعمائة واربعة اثمانين. عشانين سنة بعد الجالية الزراعي. كيفش تتطورت. خل عندي الارقام. الكل اللي عطيناها مقبل لما تنزيد النار جعورهم للتاريخ. خلي العباد اه تعرف اشو ما. ويحكيه. هنا منش بتنحكي على المحتوى متاع التظاهرات الكبيرة اللي وقعت نظمتها وزارة الفلاحة الاول مرة يقع اصبوع كامل احتفان بالا اه هو جايب الستينية متاع الجالية الزراعي والا يوم الزراعة برش رقام تقديم برش استراتيجيات وغيرها. فما رقام مهمة كان اعطاها سيد وزير الفلاحة كيما اقولكوش ناخد واحد مليون طن اه زيت زيتون كان انتاج. اه زيت فما برنامج كبير للتبسع في الحبوب في الجنوب. بعضهم لكون ان شاء الله اني يقشوهم. وحاجة باها مش كل واحد يحلم. اما لذولي وزير الفلاحة كيما برش نطر انه يريد تا كوري حط الكورة الفوق وخليك اللعبة تتجري وتعمل مجهودة كبيرة. لان قطعنا رجعولهم. اه مرة اخرى كيفاش نجم ونخلتولهم ونخلتوله ما نخلتوله جنونك. اه مش هده موضوعنا اليوم. اه حاجة اخرى حبيت نعمل عليهم ملاحظة في بعض اللحظات. سوفنا اه في التلفز الوطني الاسف نهار اثناش مائة يعيد الفلاحة. انا اه اه عديوا تقرية عن الفلاحة مانا لا يليق بتونس. ولا يليق خاصة بالبحث العلمي. قد يجيبوا في عباد ساعات اه ما احتراميتي لهم الكل. اه ويقدموا وانسان كانوا فلاحوا باحث راي البحث العلمي راو اه مهنة. وراو قراية. وفيه اه كونكور. فيه مواصفات معينة. وغيره ولا نحكي وعلا سنيف. وجيوا هاو سنف تورروف شكونا عم في حملاته. وهز عباده حط اعلمين يهزوهم اه يوريهم ما عندي سنف هذي. فما برشا سنيف. احنا وانكتب هذي عادين يقبل له. وحكينا عليه. عن عن اكثر من مية وخمسة سنف وقع سنباتهم من نيرات. هذي بالنسبة للحبوب. ما انها ارقام كبيرة عنه برشا اشياء اللي العباد للأسف ما زلت ما تعرف هيش الانها برشا فهمة قاعدين جايين من البرة يقع الاكثار متاحهم سنتين وبعد يدخلو في الانتاج هنا. ما انها ما ما وربعين والعباد جي فيه هو مش مشكل. لكن زادا عنا الاباريتي متانو. حتى العبادي يقدموا فيهم طوكم فاريتي هذي شيلي تسمى شيلي هذي من البر اصلي وحتى لي فاريتي بتاع نحن لي فاريتي جابوهم الفين وستة من ايطال عملو لهم فما شكون عملو لهم السينكونسا جينيتيك بتاع مرقاهم اللي زا صندون تاعهم متوينس نسكروه ماذا بينا نتحراهم من عديوش اللي يجي ونعطيه كله ذي حق من حق. اه ذكر الستين التميم لاراضي فلاحية. اه وقت سعادة تونس فضل قانون اثناش مئة الف سعمائة واربعة ستين لاراضي فلاحية اللي كانت عدد معمرين لجانب. اه هنا اولا احتفل به كعيد وطني فلاحة. وهو عند استرجاع الاراضي كما قلنا رجعت الى ملك الشعب التونسي والدعم الاستقلال بتاع بلادنا واكتملت السيادة الوطنية. احيان ذكره هذي هو فيه ترسيخ الحدث في الذكره وطنية. اه ذكره الستين كما قلتك احتفال خاصة اسبوع كامل النتاق الجهوي والا مركزي. وعي ما وصل به قطاع وخاصة تحديات متاعهم من تغييرات المناخية وغيرها. اه وقع تقديم العينات والاستراتيجيات والبرامج. اما هيت نحكي لك اه عن الاراضي اللي تم استرجاعها. احنا مساعات اللي كانت عنده جانب. نشبر شوقت لأسف ان نختزل وان شاء الله نرجع لهم من اخرى. اه مثلا عام الف ثمانمائة واثنين وتسعين. الجانب كان عندهم حوالي اربعمائة وثلاثين الف اكتار. انا وقتلي المستعمر جاء. جاء بعدد صغير من المعمرين لكن اعطاهم اه اراضي كبيرة. وهنا عام الف سعمية و واربعة ستين. عنا ستة مية وسبعة وربعين الف كتار قاعدت عند المعمرين. وهو الاسترجاع وقع على تلاتة مراحل. البروتوكول متاع الف ستة مية وسبعة وخمسين. وقع بفضل الاسترجاع مية وربعة وشرين الف كتار. اتفاق قيات متاع شراء اه كانت في الفترة الف ستة مية وستين وتسعة مية وثلاثة وستين. وهمت مية وربعة اتناش نالف كتار. وفما قانون اتناش مية وقتها. مزالوا حواليا ربعمائة الف كتار. تلاتة مية وسبعة ستين الف كتار بالضبط. وقع استرجاعها. ومن بعد هو بعد قانون اه تاميم الاراضي. قانون الف سعمية واربعة ستين. الدولة التونسية كان عندها تصرف مباشر في ثمانية مية الف كتار. نحكيو مرة اخر كيفيش وصلنا الاراضي دولي وكيفيش وقع اه التعامل معهم. هيت نعطيك بعض الارقام هو الاراضي مسترجعة المسترجعة هي من اخص بالاراضي فلاحية في بلادنا. اه اكثر ناشاط الاوروبيين على الاراضينا كان العنب. وكان يجبنهم مدخيل وقتها اكثر من الحبوب وبدرجة اقل الزيتين. نعطيك العنب مثلا العنب عام الف ثمانية مية واحدة وثمانين. كان عنا واحد فاصل واحد الف كتار خاصة في رفراف. وفرنسا كان فيها وقتها عام ستعمية وثمانين. مرض هو في اللوكسيراء اه على العنب اه دونك وتوسعه في الزراعات. نعطيك وصلوا حتى الخمسة وخمسين فاصل خمسة الف كتار عام الف ستعمية وثلاثة وثلاثين. اه تراجع المساحات بعد. اه نعطيك الاراضي اللي استعملوها كانت غراسات بسوء معناها بسورة عشوائية. وتعلط للنجرافة ذي نحكي لك عن العنب. والانتيج كان مبين واحد فاصل سبعة لاثنين مليون هيكتوليتر. اه استعملوا استهلك محلي ثلاثمائة تالف هيكتوليتر. والبقية يتصدر حالياً عن هنا حوالي تسعة لف كتار عن لب. تحويل. واثنشنا لف كتارisches في داولة. ستكمل لك الحبوب مرة مرة جاهة. زي اتين. عام الفثمانية واحد اثمهين كان عنا سبعة فاصة الابعة مليون شزر زيتون. عام الف سعمية وخمس وخفمسين. عام قبل الاستقلال. ثمانية وعشرين مليون شزر زيتون. معناها غرسنا عشرين مليون شجر في خمس وسبعين عام. ولكن بعد ثلاثين عام الاستقلال. معنا عم الف سعمية واثمانين ولا عنا خمس وخمس ومليون شجر زيتون معناها غرسنا سبعة عشر مليون زيتون الف ثلاثين عام. معناها الفين وخمسمية زيتونة. كل نهار زرعت في ثلاثين عامة بين الف تعمية وخمس وخمسين الف تعمية وخمسة وثمانين. وحالين زيتين. عنا اكثر من مليون شجرة. على اكثر من مليون هيكتار. اه هنا اه دعوة انا عملتها باراح في زارة الفلاحة ونزيد خلائنا نوثقوها. دعوة للتوثيق. البرشة ارقام برشا شي قاعدة في زارة الفلاحة انشتة كبيرة كل شي الناجم بتنقدمش معناها باهي لكل فلميان فمشتين هدات كبيرة وفم خاصة برشا شي تهم الجلازي راعي والتطور متاع فلاحة متاعنا ماذا بينا يخرج وكتب ويتوثق والعبيد كل بعنا برش عبيد خرج الروتريت اه للأسف ما 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 ارقاوش الوقت باش يباش يوثقو ما ارقتش لونك ماذا بينا هدايا يعطيوها اهتمام خاص في زارة الفلاحة وغيرها من زارة. ان شاء الله يكون المشروع متاعك نسبة ريالة. اه والله انك تقراري في كتاب يعني مبيدي يزوز اكتب فل ما نمشي لزاير في اخر الفين ساعتاش ان شاء الله رب يعطيني الوقت والقوة ونخدمهم يا خطان عندي برشا معطيات خاصة على الجلازي راعي وهل اراضي والانتاج قبله الكل اه مهمة برشا ووالله يرحمل اعطاهم لي وان شاء الله عاملنا اكتب عاملنا وفائقيات عاملنا. ان شاء الله هو الحصة الصديقة لذيك الغاية منها انا نحاول ونجتهد ورا وانتي ترى واربوع ساعة ولا عشرة تخيق. لكن في اشتيهاد اه اشتيهاد تحليل ساعة اربعة خمسة ساعات ستة ساعات حتى يو كامل. ساعات فم موضوع لازم هو جزء او جزء ثاني. ايه جزء او جزء ثاني. خليلو خليلو جزء ثاني جمعا. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك صاحة بركة لو في كنيس برايا. انا شكرا لكم على الاستماعات. اتخاب له غدوة في المنسكولة.